بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيبا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسعاق ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسعاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلنا أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين أقدلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أمينكم وتكونوا من بعضه قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غدا يرتع ويلعم وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذهب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذهب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذهب ونحن عصبة إن نائبا لخاصرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا ما إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذهب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنصه بدم كذب قال بل سوالت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلادا وهم قال يا مشرى هذا هنا وأسروه بضاعه والله عليهم بما يعملون وشعروا بثمن بخص براهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر وأبه أكرمي مثواه وعزائي ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وإن علمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حطما وعيما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وخلقت الأمواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى مرآن ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت ومن صرور من دمره وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزناء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال 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 هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصهم قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصهم قد من دمره فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصهم قد من دمره قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يرسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مبكئاً وآتت كل واحدة منهم وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتننه فيهن ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعض ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيلاً قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا درك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترسقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون لله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبناء إبراهيم وإصحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجر أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه أماج منهم اذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سندلات خضر وأخر يامسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أبغاف أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأوينه فأرسلون يوسف أيها الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يامسات لعله أرجع إلى النأس لعلهم يعلمون قال تسرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم بإلا قليلا مما تحسنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاخ الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكم إذ راوتتم ينصف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصابتين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عميم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتموأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وما نبيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا الكيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أمانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا مكدا وإنا له لحافظون قال هل آمنكم رجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا مكدا وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أننتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونسداد كي نبعي ذلك كيم يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما ألتأوه موفقا قال الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لن تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا من لما عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبروهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضايا وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخرا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العيو إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا كانوا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جناء به حمل بعير وأدى به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا من وعاء أخيه كذلك كذبنا ليوصف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد اخسرق أخ له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها ينصف في نفسه ولم يبدها له قالوا أنتم شرم مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجل ما متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما السيئسوا منه خدسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بمك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصالقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحسن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرطا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتهسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح إلانا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح إلاه إنه لا ييأس من روح إلاه إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الطرر وجئنا ببضاعة مزجأة وجئنا ببضاعة مزجأة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من ينتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آفرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هموا بقميصي هذا فألكوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إن بكل في ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا لهم سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء أبكم من البدو من بعد وجاء أبكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تغفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألكم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكألم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم على معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم خاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغدا أو تأتيهم الساعة بغدا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأسوا رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأسوا رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأس ما من قوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبهاب ما أن كان هليفا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون